بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك وعلى أخيك أب الفضل العباس السلام عليك وعلى أختك عقيلة الطالبين زينب الكبرى من عام ستين للهجرة صارت قافلة العشر قافلة الحسين ونحن نسير خلفها إلى هذا اليوم نسير على خطى ومبادئ إمامنا الحسين وعلى درب الشهادة والدماء الدماء التي أحيت الدين والرسالة المحمدية إلى هذا اليوم ورسم لنا الإمام الحسين درب التضحية والفداء ومقارعة الضغاة ومن كلماته ورسالاته التي يجب أن نتخذها مبدأ إلى اليوم بكلماته التي قال فيها ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين أثنتين بين السلة والدلة وهيهات من الدلة يا أبا الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن تؤثر طاعة اللعام على مصارع الكرام فلا نبالي بالطغاة ونقول ما قاله سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين ونحن في رحاب شهره شهر محرم الحرام يشرفنا أن ندشن كتاب الخارجون من الماء في شهر الحسين الشهيد الكتاب يحكي محطات من تجربتي الصغيرة في مواجهة الظلم في البحرين يتطرق هذا الكتاب إلى أكثر من محطة في مسيرة رفض الظلم وأهمها وأجملها الفترات التي عايشت فيها بعض الشهداء ومع القائد الشهيد رضا الغسرة كلما عاش الإنسان في رحاب الشهداء كلما حافظ على نفسه وعلى دينه لأن الشهداء لأن الشهداء قدموا أرواحهم من أجل تحقيق الرسالة المحمدية في الأرض فيجب علينا أن نحفظ دماءهم وأن نسير على خطاهم بالكتابة بأن نحكي قصصهم وسيرتهم سألني أحدهم لماذا تتكلم عن الشهداء كثيرا فقلت له وأما بنعمة ربك فحدث هم نعمتنا هم من يرسمون لنا الطريق الصحيح للقاء الله ويتطرق هذا الكتاب إلى أكثر من محطة ويتطرق إلى تجربة الاعتقاد والتعذيب وكيفية الدناء التي في نفوس المعذبين وفي الختام يجب علينا أن نحفظ دماء الشهداء فمن الواجب أن ندون قصصهم وبطولات الشهداء بماء الدهب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل يا رب على محمد وآل محمد